في إطار اهتمام الدولة بدوي الهمم تم تنظيم النسخة الخامسة لدور مراكز الشباب للصم والذي توج بها منتخب الدقة أهلية بعد فوزه على كفر الشيخ بنتيجة أربعة أهداف لهدفين يأتي ذلك في إطار مبادرة قادرون باختلاف لاكتشاف مواهب ومهارات دوي الهمم وصقلها اهتمام كبير توليه الدولة بمختلف مؤسساتها بأصحاب مبادرة قادرون باختلاف حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية لدعم إدماجهم في المجتمع من خلال توفير العديد من الأنشطة لاكتشاف المواهب وصقل مهارتهم المختلفة منتخب الدقة أهلية للصم توج بالنسخة الخامسة لدور مراكز الشباب للصم بعد تغلبه على منتخب كفر الشيخ بأربعة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح في المباراة النهائية التي استضافها نادي سينزو بالغردقة والحمد لله رب العالمين افتتاح المدينة الشبابية وامكانيات الغردقة والتعاون والترابط بين الشباب خلانا دايما في الأحداث الرياضية وحضرتكم متابعين احنا كل يوم عندنا بطولة وكل يوم عندنا حدث والحمد لله رب العالمين من نجحات لنجحات وبشكر كل فريق العمل على مدير الشباب الرياض منتخب الدقاهلية كان قد وصل إلى دور النهائي بعد تغلبه على منتخب الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات الترجيح وتأهل منتخب كفر الشيخ للدور نفسه بعد تخطي منتخب أسيوت بهدف النظيف في مباراة نصف النهائي فيما حصد منتخب الإسكندرية المركز الثالث وأسيوت المركز الرابع النسخة الخامسة للبطولة شهدت مشاركة 16 محافظة ضم كل منتخب منها الكوادر الرياضية من أصحاب قادرون باختلاف في خطوة نحو تشجيعهم على إبراز قدرتهم ودمجهم في المجتمع كرسالة مهمة تبرز فتح الجمهورية الجديدة أبوابها لاستيعاب الجميع بكافة القدرات والاختلافات